بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم جميعا اليوم بمشيئة الله عز وجل نتكلم حول أمر يسأل عنه الكثير من الإخوة والأخوات على القناة وهو ما يتعلق بأمر الصلاة في الصفر كيف يصلي المسافر وكيف يكون قصر الصلاة ثم نتكلم عن الجمع في الصلاة وهو أمر مستقل عن أمر قصر الصلاة ونتكلم عن مسائل أخرى متعلقة بهذا الأمر فابقوا معنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين وبعد لفتة صغيرة هكذا لبعض من يدخلون القناة ويتكلمون عن أشياء متعددة القناة متخصصة في الإسلاميات في الفقه كثير من الفقه كثير من السيرة النبوية من حياة الصحابة من هذه الأمور هذا تخصص القناة وهذا ما أحسب أنني أحسن التحدث فيه فيعني هذه لفتة صغيرة حول بعض الناس تريد أن نتكلم في أمور كثيرة لكننا نخصص هذه القناة لهذه الموضوعات إن شاء الله صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني يا جماعة قصر الصلاة القصر هو أن تصلي صلاة الظهر ركعتين والعصر ركعتين وتصلي العشاء ركعتين هذه الثلاثة أوقات هي التي يكون فيها القصر طبعا صلاة الصبح اللي هي الفريضة ليس فيها قصر لأنها ركعتين وصلاة المغرب تسمى وطر النهار هي ثلاث ركعت وليس فيها قصر تمام؟ لبالقصر يكون في صلاة الظهر تصلى ركعتين والعصر ركعتين العشاء ركعتين طيب متى يكون القصر؟ القصر يكون للإنسان المسافر بشرطين أن تزيد مسافة الصفر عن ثمانين كيلو متر يعني العلماء والفقاء حددوها بحوالي ثلاثة وتمانين وقيل ثمانين يعني الرأي الأيصر أن هي ثمانين كيلو متر تقريبا يعني لو هتسافر مسافة ثمانين كيلو متر يصح لك في هذه الحالة بعد أن تغادر بلدك التي أنت منها تطلع من بلدك الأول تخرج من يعني للصفر يجوز لك في هذه الحالة لذا جاء عليك وقت الظهر أو العصر أو العشاء أن تصلي ركعتين وليس أربع ركعات الشرط الثاني أن يكون هذا الصفر في أمر مباح أو أمر حلال يعني ذاهب لطلب العلم ذاهب لأداء العمرة ذاهب لصلاة الرحم حتى لو ذاهب للتنزه أو الرحلات هذا أمر مباح شرعا لا شيء فيه فيجوز لك في هذه الحالة أن تقصر الصلاة يبدأ إجمالا وسريعا معنى وكيفية قصر الصلاة عند الصفر طيب لو إنسان مسافر مكان ما مسافر إلى مكان ما وأحب أن يقين في هذا المكان أكثر من أربعة أيام غير يوم الصفر ويوم الرحيل تمام؟ يعني هو هيوصل مثلا يوم السبت وهيقعد يوم الحد والاثنين والثلاث والأربع تمام؟ والخميس وهيسافر الجمعة هنا بقى لا يقصر الصلاة لنوى الإقامة أكثر من أربعة أيام غير يوم الصفر ويوم التحرك للرحيل مرة أخرى فإن كان أقل من ذلك يجوز له في هذه الحالة أن يقصر الصلاة يعني يصلي الظهر والعصر ركعتين كل واحدة فيهم ركعتين كل فريضة فيهما ركعتين ويصلي العشاء ركعتين طيب نقطة مهمة جدا يا جماعة وجميع النقاط في هذا الدرس أو في هذا الفيديو مهمة جدا فنأمل أن احنا نتابعها إلى النهاية إن شاء الله صلوا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أوقات لا يجوز لك أن تصليها قبل أن تؤذن قبل دخول وقتها لا يجوز لك أن تصليها يعني ينفعش تصليها مقدما اللي هي بقى موضوع الجامعة الصلاة نتكلم في موضوع الجامعة نكتج مع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب أو المغرب مع العشاء فعندنا ثلاث أوقات ما ينفعش تصليهم قبل ما يأذنوا صلاة الصبح اللي هو الفريضة يعني فريضة الصبح أو فريضة الفجر ومعها سنة اللي هي سنة الصبح أو سنة الفجر ومركعتين اللي قبل الفريضة ما ينفعش تصلي الصبح قبل ما يأذن تمام؟ اللي عندهم أذنين يبقى الأذن الثاني صلاة الظهر ما ينفعش تصليها قبل ما تأذن صلاة المغرب ما ينفعش تصليها ما ينفعش يعني لا ينفع معذرة في اللغة العامية أحيانا نتكلم بها ما ينفعش بمعنى لا ينفع أو لا يصح أن تصلي المغرب ولا الظهر ولا الصبح قبل أن يدخل وقتها لكن العصر ينفع تصلي مع الظهر في حال الجامعة والعشاء ينفع تصليها مع المغرب في حال الجامعة قبل أن يؤذن لها العشاء وقبل أن يؤذن أيضا لصلاة العصر دي نقاط مهمة في موضوع الجامع طيب الجامع يا جماعة جامع الصلاة يعني جامع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر أو جامع العشاء مع المغرب أو المغرب مع العشاء ده أمر مستقل عن الصفر فالجامع يجوز للمسافر لكن الأفضل للمسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن جامع الصلاوات العصر مع الظهر في أول وقت الظهر أو الظهر مع العصر في وقت العصر أو المغرب مع العشاء في وقت العشاء أو العشاء مع المغرب في وقت المغرب هذا جائز له لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها طيب في حال أن الإنسان أيضا يجوز له الجامعة في حال المرض لو إنسان مريض ولا يقوى على الصلاة في أوقاتها يجوز له هذا الجامعة أيضا الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت في وقت أحدهما يعني يا جماعة ما ينفعش الواحد يجي بعد العصر ويقول له أصلي المغرب جمع تقديم ولا يجي قبل الظهر يقول له أصلي الظهر جمع تقديم أو جمع ما ينفعش لا يصح في حال المرض وفي حال المطر وأيضا أضاف العلماء هذا الجامع من باب التيسير على الأمة أضافه في حال المشقة الشديدة ولكن بشرط ألا يجعل الإنسان هذا الأمر عادة له يعني في حال المشقة يعني حضرتك مثلا يعني في عمل من الأعمال ناس كثير من الإخوة الأخوات في أوروبا مثلا وفي بعض البلاد بيكون طبيعة عملهم إنهم لا يستطيعوا ولا يجد وقتا للصلاة ولا يجد عملا غير هذا العمل إلا أن يؤخر الصلاة عن وقتها يأخذ الظهر إلى العصر أو يصل العصر مع الظهر طبعا إنها بيتم مدام مش مسافر ليس مسافرا فإنه يتم الصلاة يعني الظهر أربعة العصر أربعة العشاء أربعة مدام ليس مسافرا خلي بالنا يا جماعة فيه فرق بين القصر وبين الجمعة تمام؟ فالجمع هنا في حال الضرورة ولا تكون عادة للإنسان يستمر علي أنك على أد الضرورة على قدر الضرورة فقط طيب سؤال آخر الإنسان الذي يسافر دائما مثل الصائق مثلا الذي يقود شاحنة أو يقود سيارة أو يقود طائرة أو فرق التي تقود طواقم الطائرات مثلا هل يجوز لهم قصر الصلاة؟ نعم هم على صفر وأمر القصر بالنسبة له مباح القصر يا جماعة من عوامل التيسير لذلك الصفر نفسه كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله يعني إذا قضى الإنسان أمر الصفر يرجع لأهله سريعا ولا يغيب عنهم كثيرا فالصفر نفسه قطعة من العذاب هذا الصفر حتى إن كان بالطائرة أو بدابة سريعة أو بباص مكيف ولا تشعر فيه بالتعب ولا المشقة لكن يجوز لك فيه أمر ليه القصر اللي هو الظهر ركعتين العصر ركعتين العشاء ركعتين دائما نؤكد على هذا المعنى طيب لو حضرتك عايز تصلي الصلاة تامة ما فيش مشكلة لا يوجد مشكلة يجوز لك لكن الأفضل أن تأخذ بالرخصة ربنا معطي لك هذه الرخصة أعطاك الله رخصة ويسر عليك وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه نسأل الله أن يتوب علينا من المعاصي والذنوب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه هذا فيما يتعلق بالأمور التي في ذهني هنا أيضا نبحث إذا كان هناك بعض الأمور التي لم أذكرها طبعا يا جماعة القصر بيبدأ بعدما تترك البلد التي أنت فيها بعد أن تخرج من بلدك متجها إلى البلد الآخر الذي تريد أن تسافر له تبدأ هنا عملية القصر في مسافة 80 كم فأكثر وشرط أن يكون الصفر حلالا هذا ما أردت أن أتحدث في هذا الدرس مع حضراتكم من كان عنده سؤال متعلق بهذا الأمر يكتبه في التعليقات أو في غيره من الأمور أحاول الإجابة عليه قدر الاستطاع إن شاء الله وأعذرنا في تأخر بعض الإجابات نظرا لكثرة الأسئلة لا تنسوا الاشتراك في القناة من هذا الزر وأيضا يمكنكم مشاهدة الفيديوهات السابقة على القناة وغيرها أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته